موسيقى صباح الخير مشاهدينا برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الأحد 26 يسان أبريل 2015 بسعدني رحب بضيفنا بالستوديو رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وقام وهاب صباح الخير مع الوزير أهلا وسهلا فيك اليوم 26 يسان 10 سنين على الانسحاب السوري من لبنان كيف يقرأ وقام وهاب العقد الجديد بعد نهاية الوجود السوري من لبنان بدلت جدولة الانسحاب وعطة بنسان 2005 وهل تغيرت سوريا أم تغير لبنان بعد هذا الانسحاب أو أن العالم كله أساسا تغير ما معرف إذا أكيدنا نحكي عن وفاة العميد رستم غزيلي في كتير علامات استفهام محاضرتك أكيد من أكثر الأشخاص اللي عم ينطلح عليهم أسئلة خصوصا أنه البعض يقول أنه كأنه توفي بالسر لم ينعم نظام السوري أحد أبرز أركانه وقصر الجمهوري وأيضا حتى التشيع بالأمس لم يكن حتى أقرب المقربين إلى العميد غزيلي كانوا بالتشيع وهذا غريب لأنه معروف حصوصا من اللبنانيين أن الوجبات الاجتماعية عندهم كتير حتى وأموهاب لم يكن بالتشيع وكان في علامات استفهام حضرتك حتجيوب عليها اليوم وعاصفة الحزم اليمن المسار العربي إلى أين بعد الاتفاق المبدئي أو اتفاق الإطار الإيراني الأمريكي أيضا في لبنان بين أنون السير وصولا إلى سجن رومي هل تعتبر أنه في حملة على وزير الداخلية نهاد المشنوع أو أنه في سياق طبيعي من الاعتراضات من داخل البيت الواحد وعنوين لبنانية صرفة راح تكون من الانتخابات الرئيسة المهورية هل فيه أو ما فيه الرئيسة المهورية في المدى المنظور وغيرها من العنوين لكن سمح لي بداية أن ننتقل إلى زميدة كلارة جحة ومرجزة أهم الأخبار شكرا نانسي أهلا بكم أعلن مركز رصد الزلزال أو الزلازل الأيرو متوسطي أن زلزالا جديدا بقوة 5.6 درجات ضرب نيبال صباح اليوم فيما لا تزال نيبال تواجه كارثة الزلازل المدمرة التي ضربها أمس بقوة 7.8 درجات وأسفر عن مقتل أكثر من ألف وثمانمائة وخمسة أشخاص وإصابة أربعة ألاف وسبعمائة وثمانية عشر آخرين وهي حصيلة رسمية غير نهائية ومرشحة للزيادة مع استمرار البحث من دون جدوى عن ناجين حتى الساعات الأول من صباح اليوم هذا وتحدى ألاف السكان البرودة القارسة وباتوا ليلتهم في العراء وعلى الأرصفة وفي المنتزهات والحقول خوفا من العودة إلى ديارهم التي دمرها الزلزال إلى ذلك وعلى وقع مطالبة السلطات النيبالية بمساعدات دولية لمواجهات الكارثة أعلنت الولايات المتحدة إرسال فريق إغاثة إلى النيبال وتقديم مساعدة أولية بقيمة مليون دولار كما أعطى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توجهاته بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة المنكوبين وفي ندئات الاستغاثة وردت إلى قناة الجديد التصالات تفيد بأن عددا من اللبنانيين عالقون في مطار النيبال وهم بحاجة إلى مساعدة السلطات اللبنانية للعودة إلى لبنان ومن بين هؤلاء المواطن بهاء صالحة وزوجته وشخص آخر ينشدون وزارة الخارجية والمغتربين العمل على تأمين خروجهم من النيبال وإعادتهم إلى وطنهم وقد أكد هؤلاء أنهم بخير بعد نجاتهم من كارثة الزلزال المدمر وهم حاليا يقبعون في مرآب مطار النيبال التي قصدوها كسياح كشف قيادي في الجيش الحر أن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين على القلمون ليلة الجمعة السبت استهدفتا قافلة لحزب الله كانت تقوم بنقل صواريخ من أحد مواقع النظام السوري في اللواءين 155 و65 وقال المقدم في الجيش الحر في القلمون أبو محمد البطار لصحيفة عقاض السعودية إن هذين الموقعين لتخزين صواريخ سكود أحدهما قرب بلدة قارة والثاني قرب مدينة يبرود كاشفا عن سقوط عدد كبير من الضحايا من عناصر قوات الأسد وحزب الله فضلا عن تدمير شامل للموقعين إلى ذلك أكدت مصادر في المعارضة السورية للشرق الأوسط بأن قصف مواقع النظام وحزب الله في القلمون من قبل إسرائيل جاء بضوء أخضر أمريكي وهو مؤشر لتغيير المعادلة القائمة وقد يندرج بإطار إرغام النظام على الذهاب إلى جناف ثلاثة وفي السياق نبه مصدر مطلع للشرق الأوسط من أن الشائعات التي يجري إطلاقها عن وجود مدرجات لحزب الله في البقاع بالإضافة إلى استهداف مقاتلات إسرائيلية مواقع في القلمون كلها عوامل توحي بأن إسرائيل تمهد لعمل عسكري في منطقة البقاع بعدما انخرطت عمليا في الخطة الرابعة للعدوان على سوريا وهي خطة تجعل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول مسرحا استراتيجيا واحدا تزامنت ذكرى العاشرة للانسحاب السوري من لبنان أمس مع تشييع اللواء رستم غزيلي أحد رموز الوصاية السورية وآخر ضباطها الراحلين من لبنان في يوم السادس والعشرين من نيسان عام 2005 وفي غياب أي تعليق أو حضور رسمي تناقلت مواقع إلكترونية عدة صورا لتشييعه يظهر فيها موكب جنازة غزيلي يتقدمه سيارة إسعاف مكللتين بالورود وخلفهما عدد من السيارات برفقة عدد من العسكريين كما بثت مشاهد لحشد من عائلة غزيلي والمقربين منه يحيطون بنعشه الذي لف بالعلم السوري ومعهم شيخ يصلي على الجثمان في بلدة عرسال أقدم مسلحون مجهولون أمس على خطف السوري محمد السيد علي وهو عنصر في الجيش السوري الحر واتجه به نحو جرود البلدة على السلسلة الشرقية ذكرت مصادر لسكاينيوز عربية أن 15 حوثيا قتلوا إثر استهداف حرس الحدود السعودي رتلا عسكريا حوثيا قرب الحدود ليلا وأضافت المصادر أن قوات حرس الحدود السعودية في جزان تمكنت من التصدي لسيارتين تابعتين للقوات الحوثية محملتين بالذخائر وعلى متنهما نحو 15 حوثيا وتم تدميرهما بالكامل وهما في طريقهما للاقتراب من الحدود السعودية وفيما شن طيران التحارف العربي غارات جوية على مواقع للحوثيين في مدينة عدن جنوبي اليمن شهدت المدينة اشتباكات عنيفة بين الليجان الشعبية من جهة والمسلحين الحوثيين والموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى وتركزت عنف الاشتباكات في منطقة دار سعد التي سعت الليجان الشعبية لوقف تقدم الحوثيين فيها وأفيد أنه خلال 24 ساعة الماضية قتل 90 شخصا على الأقل نتيجة المعارك بين الحوثيين وأنصار الرئيس هادي في مدن عدة جنوبي اليمن مشاهدين بهذا نأتي إلى ختام الموجز عودة إلى الزميلة ننسي السبع والحدث شكرا كلارا مشاهدين أبرحب فيكم مجددا وأرحب مجددا بضيف رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وأموهاب مع الوزير مجددا صباح الخير بداية من خبر وفاة اللواء الرصم عزيدي بالسابق قيل أنه مريض وأنه مش هلأد الحالة الصحية خطرة بعدين حضرتك أكيد ويكبت إن كانت شائعات أو كانت فعلا أخبار صحيحة المعلومات التي بدأت تتحدث إما عن أنه حقينا بمادة مسممة وحتى قيل بأنه التشخيص الذي تم في لبنان أثبت أنه وجد بجسد غزالة مادة سامة وأنه لم يتعرض لأي من الكدمات حتى نتيجة ما حكي عن إشكال بينه وبين شحاده شو التفصيل فعلا بهذا الموضوع؟ تفاصيل ما أحكي ناسرنا أكتر من مرة أنا من أشفر على الام تي في ممكن كنتوا سألوني وقلتلون أنه ألا يشفي مريض يعني كنت عارف أنا أنه المسألة ممكن توصل للوفاة المرض هذا اللي كان يعاني منه سيد المرض حديث؟ لا من فترة من فترة هلأ قوة صار إشكال بس الإشكال صار إشكال يعني ما في شي صار إشكال وفلم المكتب ونزل معه اللواء رفيق على الدرج ويعني مش إنه إشكال صار يعني إنه نزلوا خبيضة ببعضهم يعني رواية الدرب وما الدرب مش صحيحة؟ إنه ممكن يعني عسكري يسترجو يضرب لواء بالجيش يعني مش منطق هذا الحكي رفتي كيف يمكن صار إشكال على الباب حتى اللواء رستوم يمكن ضرب عسكري أو شي يعني اللواء رستوم كان بفترة الأحداث بسوريا عطول هو يحط حزام ناسف أو شي يعني كان فايت على مكتب اللواء رفيق يمكن حدم العسكرية إنه سيدي بل الحزام أو شي كذا ضربوا بالكف وصار إشكال وعرفت كيف بس مش مثل ما الناس يعني بس ما إلو علاقة هم تقول حضرتك الإشكال بالمرض لا 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 ما إلو علاقة يعني هو راح يعني بعد الإشكال ما كتار شفوه من الناس ويعني عادي وقاعد وعب يمضي بريد ومش إنه يعني طبيعي كان أدي عمر هذا المرض الذي كان يعاني منه أشهر يعني بيّن بشكل مفاجئ خلال أشهر وكان معروف إنه ما في إمكانية نجاة منه يعني عرفت كيف وكان معروف إنه يعني ننسي بس بدي قليك شغل يعني التسمم أو بيموت بنهار أو بيشفى يعني التسمم كمان مواد من السموم ممكن إنه تتاكل الجسد يعني وبتاخد وقت يعني يعني ما أعرف لا ما أتاكل جسد أو الشي لا بالعكس يعني هو بقي بقي يعني عنده عنده مشكلة إنه هو آآ ضعف جسدية الروايا والهادي الكلاوي يعني وقفه هاضي اللي اللي بعتقي بأثرة هو اللي أثار على ما تستفهيم هو الصمت يعني مش بس الصمت إنه حالة سورية بس كمان بالإخر أصدقاء لواء غزيلي كانوا كتار مفروض بمرحلية ما بدي قليك شغلي ما في شي يعني أنا لغ الحكي اللي حكيتي بالأول مش دقيق يعني أول شي إنعاء إنعاء القصر الجمهوري لللواء رستوم رغم أنه مسؤول سابق وليس مسؤول حالي يعني عرفت كيف هو هو بعد الإشكال تسرحوا اتنينهم هو واللواء رفيق نحطه مش تسرح ونحطه باللواء رستوم كان خلصة تمدته يعني طلع على التقاعد هو وكان ممدد له عرفت كيف كان ممدد له سنة تخلص هلأ هلأ خلصت يعني بأول خمسة اللواء رفيق نحط بالتصرف تمدد له لأنه الرئيس الأسد على حق بهذا الموضوع أنه ضبطين بهذا الحجم ما لازم يصير إشكال بينه حتى لو صار إشكال بينه شو ما كانت الأسباب ما لازم يصير إشكال بين ضبطين بهذا الحجم ما يعني إنشاله اتنين وإنشاله اتنين واللي أهم شي بيّن بهذا الموضوع كمانا إلى حد ما جانب من قوة النظام أنه رئيس ساي شعبتين من أكبر الشعب بسوريا ينشاله ما حدا يحس بالموضوع ولا يدري كمانا مسألة تعكس قوة النظام البعض بيعتبرها أنه يتخبط شو الحكي هذا واحد اللي فيه شيل رئيسي شعبتين بهذا الحجم وما حدا يتأثر وتظل الشغل ماشي معناتها أمنى قليلة بهذا الجانب اللي بدي قليك ياه أول شي القصر الجمهوري إنعان الحرس الجمهوري هو تولى مراسم الدفن مستشار الرئيس كان حاضر وزير الإعلام كان حاضر يعني هوقم بالتشيع طبعا رئيس شعبة الأمن العسكر طبعا شفت صورته رئيس شعبة الأمن السياسي يعني كل المسؤولين الأمنيين كانوا موجودين يعني ليش الأصدقاء مثل حضرتك ما كانوا موجودين أنا طالع عازي هلق يعني في ألم عندي كي طالع عطا عازي مش مش سبب بس يعني بالتشيع تعرفي بتضيع الناس يعني من هيك ما طلعت مبارح يعني ما رأيك بشامتين بعد الوفاة البعض مثلا النائب وليد جنبلاط أنا أقول النائب وليد جنبلاط أنه سننتظر جثة الأساد كلنا بنموت كلنا بنموت ممكن بكرة أنا أو أنت نروح لا سمح الله عند الحكيم يقول لي معك سرطان وسريع شو يعني أنه موضع شماتي يعني لا أكيد الموضع حق بس الشماتي ضعف لكن أسوأ شي تكوني أمام السلطان جباني وبس يموت السلطان تشمتي فيه هيدي أسوأ الصفات اللي ممكن يملكها بشري يعني أنا رأيي هذه أحط الصفات اللي ممكن تكون عند إنسان أن يكون عبداً للسلطان فيه عز قوته وأن يشمط بالسلطان عندما يصبح ضعيفاً حالة مين هيدي؟ لا أقول أنا بشكل عام ما أقول حالة حالة نائب وليد جنبلاط تعتبر ينطبق عليه هذا الأمر؟ هو حر يعني هو يواجه السوريين بفترة كانوا يعني بعض الموجودين هون وكذا أخذ قراره لا ما مش عب ينطبق عليه ما بدي يطبقوا أحدا أنا عبقول كل واحد يفهم متل ما بده بس أنا بقول إنه أنا أنا من طبيعتي من طبيعتي إذا ميت عدوي أنحني أمام الموت كحق عرفتي كيف فكيف إذا واحد صديقك كان ورصتهم رغم كل اللي داولوا عنه عندكم غير عندكم عندكم شي عنده كان سلبياته بحياته بس كمان عنده إيجابياته وبدي قلليك شغلي أنا ما بحب لا أحكي ولا أفضح مجالس أنا على الأقل نص 14 أزار كانوا يترجوني لإلي تطلعوا لعنده كان اللي يرد علي رصتهم على التلع لحظة شوية لحظة شوية كان سلطة قائمة لحظة شوية استثني ميشيل عون بالبلد استثني ميشيل عون ما في حدا كان كان اللي يرد علي رصتهم يظلوا شهر ما ينام منبسطه يعني كمان عايب إنه خلص توفى الموت حق وكلنا رح نموت لممات اليوم واحد رح يموت بكرة والله يرحم وهو أمام بين يدي الله كل واحد بيتحاصل عن ربه يعني ما نحن شغلتنا نحاسي بالناس أنا مني مع الشماتي عادة يعني حتى مين مكان يعني لا شمات بالموت أكيد يعني بس بس التساؤلات كتيري بهيدا الإطار رح تابع معك لكن اسمح لي زميلتنا نوال بري في اليوم حدث أنسوي ولي يعني وقف العنف ومن حملات وقف العنف ضد المرأة تحديدا في حدث أنسوي اليوم عم بصير بلبنان وهو أن يشعر الرجال بما تشعر به النصوى تحديدا لما يلبسوا كعب عالي التفاصيل مباشرة مع نوال بري نوال شو المشهد عندي وشو شعور الشباب وراك ما عم نقدر نشوف إجريون بعد شو لبسين بداية النانسي حنبلش من الإجرين لربما هيدا بيوصف المشهد هون كنت سألتي كيف المشهد هون هي بالفعل جميع الشباب قرروا يلبسوا كعب عالي ومش أي لون يعني قرروا يلبسوا اللون الأحمر كمان شاهدنا صعوبة بارتداء الكعب من بعض الشباب يعني في منهم أخذ معهم لربما عشر دقايق ليلبسوا الكعب معلولنا شوي لنفرج بش ولابسين حستتكون مرتاحين شوي بالمشهد يدي أخذ معك ومعرق أنت من أنت وعم تحاول تلبسوا عمليه الصعوبة لحد يمشي بس يعني حلو التجرب يحلو ليس كل واحد يعمل عم نحس معكم شوي بس نص ساعة مش أكتر بس بس رح نحن لأنه كتير بواجعه الكعب اليوم قضية يعني إحنا منلبسوا لهيك لنشوف حالنا أنه حلوين وطوال بس نحن هون عفكرة اليوم عم ندعم القضية كمانا بحملة تبرع بالدم وراء لكمانا نفرج إنه المرة بتقدر تتبرع بالدم لأنه كمان تتعرض لكتير أشكال من التمييز بهيدا الموضوع اليوم كمانا الكشاف الوطني الأوتودوكسي مشارك هلا إذا بس نبعد الكلب شوي لأنا أنا بخاف الكلب كمانا مشارك عفكرة بس مالقيني له أعيصه بس مالقيني له فجربنا نبتكر له شي يعني اليوم كلكم عم تلبسوا شوز أحمر الرسالة متماقلنا هي للمرة شو عم يربط الشوز بهاي القضية الفكرة أنه بيقولوا أنه كلمانا ما تتحشر بالبزنس طبع حدا بس الفكرة اليوم قررنا أنه نتحشر بهيدا الشي تنفرج المرأة أنه نحن دعمينا للأخير وأنه نحن معا بهيدا القضية هوني عملينا دفرنت ستايل كمانا شوز وحطين شو بندنا كمانا ولا شو هاي سوبرمان ستايل هيدا سوبرمان هيدا سوبرمان هيدا سوبرمان هيدا سوبرمان هيدا سوبرمان شو ما كتوب هوني؟ The pain in these heels is little for what she feels الشعور القلم بهدول الكعب أقلب كتير من هي شو بتحس شو بتحس ما هي المسج للرسالة التي تتوصلها؟ هو المسجل أنه against women's abuse or against rape بالعربي مضبوط أنا لا أعلم هل تقول عربي؟ لا تقول عربي لا تقول عربي هيدا سوبرمان بس لن تقول عربي نحن على الهواء نحن على الهواء حسنا هيدا اليوم انتو نازلين لابسين تاني الشوز واخليم دوركم الشباب عم بيقولوا انه رسالة هي من خلال الشوز بتقول انه الكعب نحن عم ندعم المرأة انتو اليوم كيف هم بتلاقوا هيدا؟ نحن اليوم أول شي بديقلك انه كتير مبسوطين نكون مشاركين بهيدا الإفنت اللي كتير مهم وكتير كرييتف بلبنان عم بيصير لأول مرة نحن نزلنا نحن وشباب وصبايا ببيبسيكو وأكيد السبايا عم بذيرت شيرينج الشباب وعم يدعموهن لأنه عنا طبعا نحن الومن امباورمنت واليوث امباورمنت نحن دايما في عنا برامج لدعم المرأة عنا برامج لدعم الشباب وللتعليم وعنا أشياء كتير منقدر نحكي عنا دايما بأشياء مفصلة بس اليوم أهم ما في الموضوع انه ببيبسيكو كتير مبسوطين أنه نازلين لحتى يشاركوا بهيدا النهار الفعال ضد العنف ضد المرأة نانسي سوف يكون هناك أيضا مسيرة ربما لهؤلاء الشباب سوف يمشون هنا على المارينة وبالكعب العالي لحوالي نصف ساعة ليعودوا ليخبروا النساء هنا عن شعورهم بارتداء هذا الكعب لفترة نصف ساعة طبعا سوف نكون بتقرير مفصل عما سيجري هنا في المارينة عند نشرة الظاهرة نانسي نعم نوال شكرا لك بس نوال أسيسا أنت اليوم عم بتنفسيهم أكيد أنا أنك لبسي تاني الشوز وأنه عم تقليلهم أنه كمان أنا عم بحس براحة بوقت هني عم بحسوا بما تشعر به أن نسوا لدارتداء الكعب العالي وفي ذلك رسالة عن دعم النساء بحسب الرسالة يريدون إيصالها مع الوزير قبل أن تتابع في سيئة أنا حسيتك ممتعد رسالة سخيفة لأنك هي تاني شو من أولة لأخيرة شفار رسالة يعني هيك بجعل مع المرأة أو هيك بالضمن بعدين أنا ما بشوف حدا بالعالم بيحكيش لغته غير اللبناني تافة سخيفة يبقى حفظ له كلمتين فرنسي أو إنجليزي بيطلق العمالي بيحكيه يعني شوها القصة هي بتفوتي بتمرقي بالمحلات فيش محل حاطت 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 إعلام بالعربي كيف الحكي شوها الدولة هيدي السخيفة التافة اللي بتعتقر نفسها أصلاً اللي بتقبل معن أنه بتحط لغتين بتحط بس لغتك الأم ما فيجي ما تحطيها الاحتقار للنفس ما بعرف لايه نحكي على السيادة اللبنانية بكل الأولى إنه بتقبل تعلم لي كلمتين إنجليزي جاية على مش صارت يمكنك نعيش بره أنا أنا لا مش عايش بره مش عايش بره مش عايش بره بتعيش هونو مش حافظ غير كلمتين يعني أصلاً بيعرفش يحكي إنجليزي يبقى رح تابع معك بسيئنا دخيلك حكي بشي تاني بسيئنا ربط البعض إن شاء الله ما يكفوا بس يعني يجربوا بهاي ما يجربوا شي تاني كمان بموضوع المرأة لأنه صايرين كترانين عوضي بالبلد رح تابع معك بموضوع بسيئ حلقتنا البعض ربط وفاة اللواء رسطم غزالي بالمحكمة الدودية إنه حضرتك أكيد تابعت يعني بإنه أول شي لك رسطم غزالي إلو علاقة بموضوع الحريري قد ما إنت إلك علاقة لا ما تعلمش ضروري أنا ما كان عندي سلطة وقتا ما بقلك هو قدك إلو علاقة تعتبر إنه كل ما يقال اليوم إنه هو كان رح يكون من الأساسيين ولكن نهار رسطم بسميت رفيق الحريري يبقى منهار أيام ما معوش خبر بالموضوع كله لا من قريب ولا من بعيد بقي منهار وكان مات بالضغط وصل ضغطه لـ 28 مره 27 وقتا يعني كانت أعجوبة كيف طلع منه الموضوع بقي أيام بالعكس ما إلو علاقة بالموضوع بس كمان فيكم ما إلو علاقة بهالأدق ما إلو علاقة وكان شريف هو على فكرة لما رأى على فيينا كان شريف لأنه انعرض عليه صفقة وقت التحقيق معه هنا عن تحكي حضرتك طبعا أخذوا على جنب ليمن وحاول يعمل معه صفقة بدكي كبيري بتاخد قصر بتاخد كذا بتاخد كذا وشتموا للمان وحمل حال ومشي ما كان شريف بالتحقيق معه الظلم ما بتعتبر أنه مثل ما عم ينقال أنه التحقيقات ستعود لتوصل إلى رئيس السوري بشار الأسد كما يقول البعض وأنه حتى مثل ما عم تسمع بشهادات عدد من الشهود السياسيين لبنانيين كلهم عم بصوبوا يرجعوا إلى اتهام سوريا أساسا أول شيء شهادات كازبي بغالبيتها تاني شيء أصحابه ليشوا بموقع أن يكونوا شهود لأنه باعتقد أنا الشهادات الجدية يعني شهادة مثلا مصطفى ناصر بتحسيها شهادة جدية يعني واحد حاضر وقائع عرفتي كيف؟ بس أنه مثلا شهادة فؤاد السانيور يعني بكي عكتفه ورفيء الحرير مين شايفك أخي؟ لحال كن مش ممكن يكونوا بقرايتم لحالهم لأن عطول أخي في شاهد في شاب ضيف في واحد حارس ما ممكن ما يكونوا لحالهم يعني أنا بعرف كنت قرايتم ممكن تفوت عند الرئيس الحريري وبصالون مفتوح وشو على الكلام هذا يعني هذي هال يعني هالأكاذيب اللي بيحاولوا يخترعوها بوقت حاضر انت بكيت عند رسطم ايه يا فؤاد السانيور ليه بكي عند رسطم نزل بكي لعنده تما يتوقف نزل بكي عنده هوني وليه ما وقفوا إذا بوقت كان فيه إدنات لها كان غلط سوري تدخلوا مع إيميلا حود تيمنعوا يحاكم عملكم بين على إيميلا حود وقتها تيمنعوا يحاكم الناس عرفتي كيف وبرقوا يعني كانوا شركاء بالفساد في حينها مين قال لك مش شركاء أكيد شركاء النظام الأمني السوري اللبناني اللي كان قائم هو الفاسد أكيد كان فاسد يعني حضرتك تعترف بفساد النظام الأمني اللبناني السوري أكيد فاسد بس أنا اللي عبقول كله الفاسدين المشاركين بالنظام كانوا يعني كله كان فاسد نانسي أنه بيجي رسطه تب بدي يسأل سؤال أنا بعد ما فر رسطه من عشر سنين لليوم زاد الفساد أو نقص أنت قليلة أنت عبت راقبي أو عقت عمي من الفساد على كل المؤسسات على الأقل كان في حدا يخافوا منه وقتا على الأقل كان في مرجع يحسبوا له حساب كل الناس اليوم جزء من القضاء فات علي الفساد جزء في قضاء ممتازين ورائعين وما في منهم حرام يعني وأني أكتريه يمكن الأمن فات علي الفساد الوزراء حدث ولا حرج مجلس النويب حدث ولا حرج كل هذه الإدارة بس أنه وقتا كان في ضابط إلى حد ما للأمور كان شريك لأنه طبعا 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 ولك أكيد 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 ولك أكيد ما حدا عا بيقول لا بس بس أنه تحميل اللواء رسطم كل المرحلة كمان في ظلم هذه مرحلة اشتغل فيها غازي كنعان عشرين سنة ما بسمع حدا منهم بيجيب سير طولايه لأن كان ماشي حالهم بالشراكة معه رسطم إلى حد ما فك فك شركات مع البعض وكفة مع البعض وآخر انتبه يعني تكون منصف أنا بعرف التفاصيل بس يجي الوقت رح أحكيها كلها يعني مع مين فك فك شركات بمرحلة معينة مين اللي تعتبر أنه في من بعد الألفين اللي بعد يقول التغيير كان هالأوكين ظاهر مثلا بدي أسألك سؤال يعني بس هو يجي يدعم مع الرئيس يميل الحود ومع الرئيس عمر إكرامي يدعم أو يغطيهن لتسميتي وزير مش ضرب للأقطاع الدرزي هذا لأنه بعد الألفين طب طبيعي بدون يحقدوا عليها يعني هاي طبيعية الحقد الأساسي عليها بأي السبب يعني هاي من ناحية نائب والي جنبلاد من خارج النادي من خارج النادي التقليدي لأول مرة بتاريخ الدروز بيعمل وزير كمان هاي بتعمل حقد فك فك مع بعض الناس فتح بعض الناس بالساحة المسيحية كمان مين يعني مثلا أنا مرة مثلا تكلفت بشغلي بينه وبين الرئيس أمين جميل يعني يعني وحدة من الشغلات عبقلك أنا شو الشغلي شغلي عمل شخصي منسعة شخصية بس بكل الحالات هو قرر يعني قرر ينفتح كان هو هو إجا سنتين كل اللي إجا سنتين قرر ينفتح هو عرفتي كيف الزلمي طيب إنه حدا بيحكي عن رستم كان عنده خلل وحيد بشخصيته يطلع عصبة للسماء بس بعد خمس دقيق بيرجع بيرجع بيخجل من نفسه وبيعتذر منك يعني حطم على الإعلاميين كان يعملها يعني قال إنه كان يهدد الإعلاميين يهددهم ما يعملون شي بس يهددهم هايك بالحكة بس البعض يقول إنه في ناس عملونهم لقبله ما كان يهددهم كان يضحك لهم بس كان يعني يعني يهريلوا نعمتهم يعني كمان في فرق رستم كان بسوني معالي الوزير يعني إذا حضرت صديق ترك صديق هؤلاء الأشخاص وكنت تحسب من أركان ذلك النظام مظبوط بفترة إنه من أركان النظام تحديدا عم نحكي كله من بعد الألفان يعني إنه كان يعتبر وقام وهاب هو أبرز حلفاء سوريا بمرحلة تار ده مش أنا أبرز حلفاء دخيلك يعني مش مظبوط مين أبرز حلفاء؟ يا رايت كنت استفاد؟ لحظة شوية لحظة أنا بـ 98 اتخذ قرار فيي بسبب صداقتي مع نهاد المشنوق بقيت سنوات إيميل لحود ما كان يقبل يستقبلني إلا ما رجع صار حل الموضوع بقيت لسنة الألفين أنا اللواء جميل السيد هي موجودة اسأليت صلحت معه بعد ما عملت وزير لماذا اختلفت؟ من سنة 98 صارت شغلي مع الرئيس رفيق الحريري نقلت غلط لللواء غازي وطبعا عمم الزعل على الكل وعملت معركة معي الله يرحمه اللواء رستم هو اللي خلص لي إياها كانت معركة ممكن معركة أنا فيش عامل معركة وقتها نضبيت بالبيت وسفرت على العراق تأهرب من تنسيه تينسوني عرفتي كيف؟ مش خوفا على حياتك؟ بلا خوفا على حياتك كانوا يقتلوا يعني بتلك الفترة؟ ما بعرف شو، اللي ما قتلوني وما عملوا ليش ما بعرف شو أنا كانوا يستشيروني إذا بيقتلوا أو بيقتلوا شو الخبرية؟ لا بس يعني الخوف على الحيات كان فيه تهديد على بس السوريين أخذوا السلطة بلبنان صار فيه رواق ما صار فيه قتل كنت تجي من طرابلوس عبيروت الساعة 3 الصبح مين يتعطى معك؟ كنت تروحي من هنا عرسيل الساعة 3 الصبح مين يتعطى معك؟ بالعكس كان فيه أمان يعني كمان ما بنشوف الجانب بنشوف الجانب الآخر مش هيك؟ يعني مش عطول بس الواحد يكون بطل موجود نبلش نحكي عن الجانب السلبي بحياته ونحكي عن الإجابة أنا وقتها قطعوا لي سبل العيش يعني طبعا كيف يعني قطعوا لي سبل العيش؟ تمويل يعني؟ ما عارش ما فيش عندي تمويل كان تمويل السوريين بحياتهم مش دفعين يعني موضوع معروف يعني بس كيف يعني أنت مثلا في الطرد دي؟ إنه كان فيه ناس ممكن تشتغل معه نسكروا البواب عليكم يعني ممكن إنه يعني أي حدا ما عاد حدا ما عاد حدا يسترجي حكيكي يعني إنه اللواء غازي حكي عنك يعني كان بذكر وقت الوزير نهار المشنوق يعني كنت أنا وياه بالصرايا الحكومي كان بعده مستشار للرئيس الحقيقي قال لي شو بيه هذا؟ فعلت عليك ما مخلي لك ولا مبقي لك؟ هو شو كانت مشكلته مع الوزير المشنوق بحينا؟ ماشي كان نهار المشنوق الأقوى عند رفيق الحريري وكان مطلوب تمهيد الطريق لمجهة إميل لحود كان مطلوب يزيح نهار ركبوا له تهمي إنه هو بيتعاطى مع الإسرائيلية يعني وقد ما أنت بتعاطى مع الإسرائيليين وقت بتعاطى؟ ماشي كل الأمثلة الأيام؟ وليك إنه عبقلك يعني أنه أنت بريئة يعني ما بتتعاطى؟ لا بس أنا مابدل يعني هي الفكرة أنك كمان تبرق كل الناس يعني بيه مش عبقى برق إليك يا أنا شو إنه نهار إسرائيلي كان؟ لا ما حصت الوزير المشنوق عم نتعطى بكل المقارنات يعني اليوم بتقول إنه حضرتك إنه حتى بالمحكمة الدولية ما كان سوف يصار إلى تهاند؟ لا خلص ما ما عدوا ما عدوا لا طلبوهم ولكنه هات كان صحبة رستم كان صحبي مع رفيق الحريري رستم كان صحبي أنا صار يعني طيب بس ما اللي عم نسمعه كمان بحسب شهادات السياسيين إنه كل ما كان يحكى عن تلك الفترة تحديدا مثلا حين روى الرئيس سنيورة عن حزب الله وليك يا ما هي طلعت تحدي صدقات بالإعلام عم بتكون أكثر لك أحمد مصر الله شقي سخيفي خلنا لك يا شوهيد العميل أحمد مصر الله اللي كان لك تلك الفترة لك أحمد مصر الله فات عند الرئيسة قارت سبعين ثمانين ألف دولار أعرفت كيف وبعدني بذكر يعني قداش يضحك رستم بس عيدة الخبرية ما وجيبه لإله أعرفت كيف ولاش عملتاك قال له وديك نكتي مشهورة يعني ما بحب عيدة أنا يعني أنه أنه أنا بالصحراء ومقطوع طيب ومرقة سيارة طيب ركبت عليها يعني سريع التعبير يعني شو بظلني مقطوع يعني ويدحك يضحك يضحك بس يرجع يرويها يعني وصاروا يديك أحمد مصر الله يقولولو مثلا بنا إنه أنه أنت سرقسي قلوا لا أنا مش سرقسي يا رضا انا ضحكت على الحريري يقولولو أنت ما بعرف شو تاجر حشي يقولولو لا 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 مني تاجر حشي أنا ضحكت على الحريري بتسجلوا هايك بالمحضر عيدوا بالأخير عطوا للدولة اللبنانيين ووقفوا طيط ما قلنا الرئيس الحريري لأنه الرئيس الحريري حمل حيل وطلع عالشام قالوا أما بقى في المناطق حزب الله قرر يقتلني يعني لم يروي رواية خاطئة الرئيس السنورة أنه اللي قاله صح بس مثل ما عم بتقول أنه بعدين تبين أنه هذا السوق الرئيس الحريري بالموضوع مظبوطة الوقائع يعني ممكن أنه يكون إذا عم بتقول طلع عسورية وقاله ما بدي أتحرك ممكن يكون أن أطرق باكيا على كتف الرئيس السنورة بسبب هاي الرواية بسبب هاي الرواية بسبب ما بيطرق باكيا على هو كان ليش يقيم له وزن لفؤاد السنورة ما بتعرفوه أنتو الرافيق الحريري كان يقيم له وزن لفؤاد السنورة كان ينزل الصبح من طاقة هني بيخبروني هني ها بيطلع فيه ما كله صباح الخار ليه ما بدو يقوله صباح الخار لأنه هو هاكي طبيعته مربع هاكي يمكن يكون يعني كان كيف ما يعني وليك كان بيشرفي في واحد من اليوم بيسبوه لرستم غزالي كان بس يروعه قريتي يصير واقفهو بالكوريدور تحتالي يسرق نظرة بس يتطلع فيه هداكي بس طي يتطلع فيه يعتبره انجاز عرفت كيف وليك مختلف الظروف وليك عايب يعني واحد لكي بدي قليك شغلي عايب الواحد بس تصير يعني بس يصير يعني يكون بمحل متل ما قلتلك عبد للسلطان شوي بس يموت السلطان بيصير هو يا لطيف عامل متنمر وانه هو يعني كان يمس كويكي على داينته للزابط السوري وشباب كلكم بعرفكم واحد وواحد وانا كنت اتمنى شغلي وحده رستم كان يعمل حلقات حاول احد الصحفيين يقنعوا ما قبل قالوا بس اطلعت تقاعد عرفت كيف يعمل ثلاثة اربع حلقات حول الوضع اللبناني كنت شفتي كل الشباب بالوثائق يعني شو وضعهم طيب بهذا الموضوع ايضا من ضمن السياق اعترافات الوزير مشال سماحة بالمحكمة البعض قال انه هذي الاعترافات اكدت ادانة الوزير سماحة واكدت ادانة يعني ايضا اللواء علي المملوك حكيت مع اللواء علي المملوك حولني عظابة اسمه عدنان حكيه بشو لا بيعرف اسمه ولا بيعرف عائلته ولا بيعرف مينو ولا حدا سامع فيه انا بتردد على اللواء علي المملوك عرفت كيف نحنا اللبنانيين الامنيين اللي بيتعاطوا مع سوريا بيشوفوا اللواء علي المملوك سأليه هون كلهم فيش واحد اسمه عدنان بمكتب علي المملوك ما في حدا اسمه عدنا فوقه بس بالمقابل بلك اللي وزير سمحه عم يعطي اسم خطأ بقاء عم يعطي كلها وصح بس هاي خطأ عطاه يعني كمان انه مهر كل شي ما هو عم يقول بأول لحظة وسام الله يرحمه كان يقوله لك انه بأول لحظة حكي كل شي قبل ما حدا كل شي طيب اذا قال كل شي يعني اللي قاله صاروا معه مفروض وعلا ليه بده يقول منه هاك علي المملوك منه هاك لما انت عارفيه منه هاك ما بيشتغل الشغل منه هاك ليش اخالوا عند احدهم من وجه بالامن السياسي طيب من وجه بالمتفجرات في حدا يروح اليوم ع سوريا يحط متفجرات في سيارته يحمل حد ويجي فيه على لبنان معك مصاري هلا كرميل اللي اشتغل المتفجرات هلا ببعض حدا بيجيب لك يعني اذا بده لا بس انه حدا يفوت على النظام ويكون رجع معاهم عصابره هلا ببعض حدا عصابره اذا بدك هوني بنص ساعة بيجيب لك خمسين كيلو بيجي شو يعني وين شو هالخبرية بس اني خاطر وانيكون معه حدا مثل اللواء جميل السيد بالسيارة يعني فيه شي انا ما عبدافع عن ميشيل سميحة لا انت حضرتك عن دفع عن اللواء علي مملوك انا دفعت عن ميشيل سميحة لانه رأيي طال توقيفه وانا قلت عايب الاستمرار في توقيفه اكتر خلص يعني حتى اللي بده يحكموه فيه ما بعتقد ريح يحكموه اكتر من المده اللي توقف فيها عرفتي كيف بس انا رأيي يعني اللواء علي المملوك ما عنده وسيلة غير ميشيل سميحة يعني اول شي الوزير ميشيل سميحة انا وبسيطة بمحبي بقول انا انتقضته منذ اللحظة الاولى انت بتعرفي لانه كيف يسمح لنفسه اصلا هو كوزير يسمح بنفسه انه يعمل هيك يعني لو بدون يملكوني كل الدنيا عرفتي كيف انه بحطش متفجرة رواحة لو بدون يملكوني كل الدنيا ما بقتل واحد الا اذا جاي يقتلني اكيد يعني ما اعتبرت انه بعد قال انه يمكن اقتنع بفكرة انه حماية بالنسبة لالي نانسي المسألة اخلاقية المشكلة الاخلاقي مع الوزير سميحة قبل ما يكون المشكلة موضوع السياسي هاي بالمناحية الاخلاقية بالناحية التانية هو واضح انه تورط الزلم انه واضح انه ميلادي كفوري ممكن يغري اي حدا يقول له انه انا بعمل عمليات ضد هاودي المسلحين اللي عبي هربوا سلاحة سوريا وهي ايها اللي صايرة يعني اعرفتي كيف اغرأ بهذا الموضوع وبعدها طيب هني يعني الدولة اللبنانية كانت تمنعهم يعني لازم تمنعهم يعني انه هاي كمان ارض مستباحة بيهربوا منها سلاحة وماشي الحالي بس اذا حدا عم بيعبر بسيارة على مثل ما بيقوله خط عسكري لا يبدو عبر على خط عسكري ليه حضرتك بتتوقف تتفتش بس تكون طالعوا نازل من سوريا انا بعمل انا وصر انه اعمل وراقي رسمية اي بس حضرتك لا تقف سيارتك تتفتش لانه في تعميم في تعميم بس ما كان عنده في تعميم ما بيتفتشوا الوزراء والنوات بس انه على المعابر الشر انه نحنا يعني انا مثلي مثل ابو عبد الشامي لا بس الوزير السابق ما كانت حتى تفتش سيارته يعني وهذا اللي صار يعني ما خاص الدول اللبنانية بتحمي ولا ما بتحمي مش هالي عبقلك ايه عبقلك انه الدول اللبنانية لازم تسمح بمعابر غير شرعية تهري بسلاح على سوريا هالي عبقلك ايه بس ما هني عم بيقولوا في في يعني اتجاهان في حزب الله بحسب اللي ميكلون انه كمان عم بفط له سلاح من سوريا حزب الله هلق نفس الخبرية يعني حزب الله اول شي فريق الاخر حركة مقاومة استفل حركة مقاومة ترسانة السلاح وستزداد هذه الترسانة كل يوم أكثر عرفتي كيف وسنستمر في استيراد هذا السلاح لأن هذا السلاح يحمينا ويحمي كل اللبنانيين هلأ الناس يقولون لي ما بدي حماية يصطفل بس أنا بدي حماية مش أنت بتقرر عني أنا بدي يحميني السلاح أنا مطمئن له بس دا أختم محور أبرز شي بما يتعلق بقصة سوريا هل سيفتح تحقيق في سوريا معلوي علي مملوك كون اسمه ذكر وذكروا أيضا الوزير السابق مش لاسمعي أقلوا لي لمعرفة ما جرى وإلا يعني البعض يقول أنه النظام الذي لا يدقق وإن كانت شو ما كانت المواضيع بهذه بالآخر عم يوقع بفخ أنه في ناس ممكن يكونوا مخروئين ناس غيره يكونوا نسأل أكيد وقتا يعني أكيد بيكونوا نسأل ولن يستجيب أكيد للتعاطي مع لبناني والتبليغ حبر بالموضوع كله بسمحة مازالة عم تقدروا عندكم سهولة أنه تشوفوا ليه عم يتعذر على القضاء اللبناني يبلغوا ما قدوا يجعلوا شو ليش القضاء اللبناني بيعطي سوريين مطلوبين ليش اللبنان ملتزم بالمعاهدات مع سوريا إذا ملتزم بالمعاهدات بيعطوا لاحة بالمطلوبين اللي هني حوالي شي عشرة خمستاشر ألف موجودين بلبنان لبنان مخبيهم غير المذاكرات توقيف بحق سياسيين لغاية يديك أنا مني يعني مني 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 كتير يعني كانت بمحلة يمكن تكون بس أنه فيه خمستاش عشرين ألف إرهابي بلبنان موجودين بيسلمهم يقول وزير العدل اللواء الشرفريفي بأنه مشاري الساحة أنا بس بيقولك شاريك أنا بضمن لك إذا لبنان بيسلم هالخمستاش عشرين ألف إرهابي بيجي اللواء علي على التحقيق أنا بضمنها والله يقول الوزير وزير العدل الأشرفريفي أنه الوزير السابق مش هسماحه قد يشهد في المحكمة الدولية ومشان هيك في خطر على حياته أن ياخداله أحد من النظام السوري مين بشو يعني شو بده يشهد بشو أنه ممكن يقول شيء يعني كان بتلك المرحلة بس هر أسر ما بيعرف شيء كان بتلك المرحلة رجل أساسي في سوريا حضرتك بتعرف أنه كان البعض يقولون أنه كان يستطيع أن يقفل الأبواب مش صحيحة الحكي هذا حكي ببيروت بيحكوه بيطلع من بيروت الواحد بيشوف مساعد على الحدود بيجي بيخبر كيف شاف بشار الأسد كان يشوف الرئيس بشار الأسد كان يشوفه بمحلات معينة بالموضوع الفرنسي ونقطع السطر ليش؟ زيابة العماد مش هالعون إلى سوريا ما ننظم لأنه بفترة شغلوا بالملف الفرنسي يمكن بيضا الموضوع أخذ رسالة للعماد عون من ريشو وكان بالتنظيم وكان في سوريا وتابع كل زيارة الوزير ميشيل سميحة بيتحمص للأمور هلأ كان بالتنظيم ويشو يعني رئيس فرقة كشافي كان بالتنظيم شو كان بالتنظيم شو خبريات هاي دي كان بالأخير ميشيل سميحة يشتغل على خط سوري فرنسي ما هذا يا بيختصار كان أوقات يضطر يشوف الرئيس بيشوفه بيشوفش الرئيس بيشوف الوزير ابو سينة شعبين بيشوفهاش بيشوف علي المملوك في طردي يعني طبيعي المسألة يعني بس أنه بشار الأسد ما كان ينام غير ما يحكي مع ميشيل سميحة كمان شو هالمبالغات هاي دي البلطاني مش مزبوطة من تعتبر اليوم يعني البعض يقول قد يسقط الكثير من أحجار الدومينو بهذه المرحلة من تعتبر اليوم فيك تقول اليوم وحضرتك ضميرك مرتاح أنه هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص مقربين من الرئيس بشار الأسد وشو ما صار رح أرجع أطلع أقول مقربين من الرئيس بشار الأسد مباشرة في حدا بتثقفي من اللبنانيين اللي عندوا هذه الصفة مين في سوريا يعني اليوم إذا بدك تقول مين أقرب مش أقرب مين من المقربين فعليا إلى رئيس بشار الأسد الوزير سليمان فرنجي قريب غير الوزير سليمان فرنجي الوزير طلال إرسلان قريب الرئيس إيميل لحود قريب طبعا حزب الله في تحالف يعني مختلف المسألة يعني هؤلاء بتقدر تقول أنه هذه هي حلقة اللبنانيين الأقرب إلى الرئيس تحديدا السوري بشار الأسد رح تابع معك بعد الفاصل بمسألة الوزير نهاد المشنوع واليوم ما يجري وما يحكى تحديدا في بيت المستقبل عن استقالة ودعوة إلى الاستقالة والمحاسبة هلأ كله تفاصيل لبنانية بدكش تحكي عن اليمن؟ بدي أحكي عن اليمن أكيد أحكي عن اليمن وفي حرب لح نحكي عن اليمن ورح نحكي عن كل ما تريد أن تتكلم به في إطار المعارفة بعاصفة الحزم والحرب على اليمن لا ما رح تحكي لا ما تعترهم رح تحكي وتاخد وقتك بعد فاصل آلين صغير مشاهدينا برحب فيكم مجددا نتابع حوارنا مع رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ويأموهاب معاني الوزير بموضوع الوزير نهاد المشنوع هل تعتبر في حملة على الوزير نهاد المشنوع ولا أنه لا يبدو أنه العنوين التي كرة النار التي رميت بين يدي الوزير المشنوع يعني عبر الداخلية هي اللي رح تساهم بهذا الموضوع ما بحب تدخل بموضوع داخلي يعني خاصة أنه جزء منه داخل طيار المستقبل وجزء منه داخل الطائفة السنية الكريمة بس الوزير المشنوق بعرفه منيح كيف يفكر هو ضد عسكرة السنة عسكرة السنة؟ هو ضد مين معه عندهم؟ هلأ خليني كفي بس طيب هو 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 زلمي متعصب لطياره متعصب لخياره بس بس عنده عقل يعني يعني هو ما بيتزحزح برأيه أول شيء بدي أقول لك شغلي هو الوحيد اللي دفع ثمن النظام الأمني الذي كان قائما بسيطة كل اللي عب يتطاولوا عليه اليوم كانوا نواب عند محمد مفلح وعند محمد اللواء محمد خلوف وعند اللواء رستوم وعند كلهم كانوا السوريين مزطين لهم أمورهم واحد أخذ بور بيترابلوس لمشاركة السوريين مين هو؟ يعني أبو العبد ما كان معروف يعني قبضاي وحبوب وخدوم بيخدوا من الناس وأنا بحب فيها الصفة محمد كبارة نزلنا بس ما كان ولو التاني طبع عكار خالد الظاهر ما بحب أذكر اسمه طبع عكار كان عند محمد مفلح نجحوه بالقوة وقته لا بس تمين هو يقول أنه المعركة المعركة الشهيرة اللي وقفوا ضد السوريين فيها وأخرجها من الجماعة الإسلامية ولك يا ولك يا كلهم هلق عاملين معاييرك مع السوريين سمال الله عليهم حرامة السوريين كانوا كانوا ضعاف هايكي معطرين وميم مكان يسحسح لهم أعرفتي كيف طيب إذا كانوا ميم مكان يسحسح لهم معناتها ما كانوا بيتحملوا مسؤولية اللي صار بالبلد أعرفتي كيف إذا هذا بيسحسح لهم وهذاك طبع بيسحسح لهم وهي مسحسح لهم يا حرام شو بعطرين يعني كان ينظل الكف برقبتهم ولك شو هالخبريات هاو دي ولك يا رايتك بتعرفي كيف كانوا هاو الناس بدي يقول لك شغلي أنت ما لحقتي هدا هالمرحلة هالمرحلة بس ألي اللي يلحقوا على المرحلة من الصحيح لا 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 اللي عم نسمعه نكتر الوزير نوار المشنوق الوحيد فعليا اللي كان النظام الأمني يعتبره عقبي بموجه لأنه كان كان حد رفيق الحريري يعني شو بدي أوصفه نمر حقيقي حد رفيق الحريري كان يعني ما يخلي حدا يقرب يطبشو قبل ما يوصل كان نوار المشنوق ضحي لهذا النظام وهني كانوا حلفاء هذا النظام عايب حاجة يزايدوا عليا بس للتاريخ بدي أشهد أنا لأنه تهجر بس تأحكي ماهو على التليفون لنهاد رحت عقبرص رحت عقبرص أخدت مرتي ولادي أنه عم نكسدر عقبرص تطلبتوا لنهاد من مسترجي نحكيه على التليفون كدنا ممنوعة قليل وقالوا على التليفون بتتوقفي أنت وياه طبعا رحت عقبرص تلفنت له من سو كتر ما فيه وهم حول الموضوع تلفنت له من سنترال عالطريق مش من التليفون اللي معي بس كانوا ديمقراطيين السوريين ما كان فيه خطر عبقلك تلفنت له اسأل عنه تهجر الزلمي سنوات من البلد لأنه واجه هذه التركيبة القائمة بيجوا بيتطولوا علي اليوم زبالة الناس زبالة البشر زبالة المخابرات زبالة زبالة القوم حثالة القوم عايب يعني كل اللي عبيتطولوا علي عايب عايب هذا زلمي هذا زلمي أنا بعرف رأيه أنا بختلف أنا وياه على رأيه على فكرة كلمة نلتقي مع بعضنا ممكن نختلف نبالع على التليفون عرفت كيف يمكن عبيحكي أنا وياه منختلف أحساب مثلا شغلي معينة بالسياسة بس هذا لا يعني ما عندوش عقل هذا لا يعني إنه مجنون هذا لا يعني إنه بيهور الطائفة السنية بلبنان بعنطريات بكرة اللي عبيعنطر بيهرب ع تركيا عرفت كيف وبيترك الناس مثل ما عامل هذا البسين الأسير بصيدة عرفت كيف ورّت الناس ورّت صيدة طبس ليه بدون يدعوه للإستقالة هؤلاء الشخصيات شو عمل مهال المشنون بيتبروا إنه هو بحسب ما يقولون إنه يفرّت بالسنة وإنه القانون يضرب فقط بشو فرّت بالسنة بموضوع الإسلاميين والسجرومي والممارسات الخطة الأمنية رح تبلّش بـ 28 بالضاحي اليوم قدّعي 26 بعد يومين رح تبلّش خطة الأمنية بالضاحي بكرة إنه مش رح يكمشوا كل اللي عمالي بيعملوا فوضى مش عبي رح يكمشوا تجار المخدرات مش رح يكمشوا سرقين السيارات إيه شو بيكون عبيستهدف الطائفة الشيعية شو إلا علاقة الطائفة الشيعية بهذا الموضوع أنا بموضوع الشمال بردي قليك شغلي أنا بموضوع التبّاني والمنكوبين والقبّي أنا مع تخفيف الإجراءات الأمنية اللي عم تصير كمان ما بيجوز إذا فيه 2-3 إرهابيين يصير فيه إجراءات أمنية ضد كل الناس هاوضي الناس بالآخر أوادم هاوضي الناس خيارهم الدولي هاوضي الناس الدولي أهملتهم ولازم الدولي ترجعهم بالإنماء مش بالعصاية ترجع عباب التبّاني وعها المناطق لأنه هاوضي ناس شرفاء بالآخر أنا مع هالموضوع بس موضوع أنه قد مختلف عن هالموضوع يعني أنا اليوم مثلا خدي مثلا موضوع باب التبّاني ليش ما بينزل الدرك محل الجيش الدرك أسهل عن الناس وبيعرف يتعاطم عن الناس ينزل الدرك محل الجيش ليش بده يظل الجيش موجود بالأحياء طيب قادرة المحاور ليش بده يظل موقوف سعد المصري بأي تهمي ما فيه إلو تهمي طيب هاي بس مش مهمة نهاد هاي دي مهمة القضاء فالتو اليوم سعد المصري وزياد علوكي وكل قادة المحاور لا بس ما كانوا بوقتها قادة محاور إذا قاتلين جيش أوكي بس مش قاتلين جيش بس ما فيه ناس ماتت مش بس جيش فيه ناس ماتت بيه المعارض وبين الحزب العربي الديموقراطي وبين الباب التباني وكل ما فيه شي بيحرز كلها بالآخر خدمة لمصالح غير لبنانية لازم حرام هذا الاقتتال صروا 30 سنة حرام يا جماعة عشو عبتقطت له عشو عشو واحد طيب بسون بالعودة إلى موضوع طيب ليش بتعتبر أنه فيه هذه الحملة إذا ما اعتبرها حملة على الوزير النهد المشنون شو الهدف ماشي مزايدة رخيصة ماشي كل واحد بده يربح بمنطقته شوية أصوات بيقلك بهذه المزايدة بدي قلك شغل بالإسلاميين الإسلاميين أنا كنت أول من أول واحد طلبت بالحاكمين تذكري من سنوات قبل ما كان حدا يجيب سيرتون لأنه حاسس أنه فيه ناس منهم مظلومين اللي موجودين بالسجن الرومي وأنا هلأ بيقلك أنا مع محاكمة عاد لي لإلهم اللي قاتل الجيش يخي يحكمون مش متأكدين منه خلاص فلتوا في ناس كمان قضية أكتر محكمية بقى عيب كمان يعني أنه يستمروا بتوقيفهم كل هالسنوات حرام بالآخر وبعدين هاودي في منه الناس مناضلين في ناس ضد إسرائيل في ناس قاتلوا الاحتلال الأماركي بالعراق في ناس هاودي ما فيك تنظري لهم أنه رهبيين كلهم يعني كمان النظرة هاي الشاملي ما فيك هل تعتبر أنه هذا الضغط على الوزير نهاد المشنوق قد يؤدي بتيار المستقبل إلى إبعاده ولا لا يقال أنه رئيس سعد الحريري رئيس سعد الحريري متمسك في سمعت هو يعني هو ما عنده مشكلة شو بيقول سعد الحريري بيعمل يعني هو إذا سعد الحريري بيقله بيعرف أنه مزعوج منه ما عنده مشكلة بيحمل حالو بفل ما عنده أي مشكلة هاي اللي بفهمه يعني أيضا بس نهاد المشنوق يحمي يحمي خيار السنة الدولة عبتفهمي يعني الصراع وين بين السنة الغالبية يعني اليوم سنة صيدة سنة إقليم الخروب سنة بيروت سنة ترابلوس سنة البقاع هذا مع خيار الدولي طول عمره كان السنة مع خيار الدولي يعني نانسي نانسي حتى بالحرب الأهلية السنة ما فاتوا فيها بقوا إلى حد كبير طبعا كان فيه مثلا مقاتلين بالأحزاب من عرسال من سعد نايل بالمنظمات الفلسطينية بالحزب الشيوعي بحزب البعث بهاي الأحزاب لكن لم يكنوا بيفصيل بس السنة كسنة لا عملوا ميليشيا ولا فاتوا بالحرب وهيتسجل لإلهم بأنه يعني يعني مثل الأرمن مثلا نفس القصة الأرمن ما فاتوا بالحرب الأهلية عرفتي كيف طيب هاودي ما فاتوا بالحرب السنة خيار دولي نهاد يمثل غالبية السنة اللي خيارها الدولة وأن تحارب الفوضى بالدولة وإذا أرادت أن تعبر عن موقف سياسي تعبر عن موقف سياسي يعبر عنه كرجل دولة بس هنا بصراحة يعني بعلاقتك بالوزير نهاد مشنوق عم تقول أنه عم بتشيد أنه لم يكن مرغوبا به في فترة النظام الأمني السوري اليوم الوزير المشنوق ما يكون عم يحضر المحاكمات المحاكمة الدودية وما يجري من شهادات سياسيين هل هو إذا شهد أمام المحكمة بما أنه كنت عم تقول أنه من أقرب المقربين كان بالفترة من نهاد فل بـ 98 بـ 98 ما حدا حكي عن هاي الفترة الناس عم بتركز على الفترة من الألفين يعني كل عم بتركز يعني كل لأنه هم واتهام سوريا بشار الأسد بالموضوع عم بتركز ما بعد الألفين نهاد ما كان بالقرار نهاد رجع لهوني وما كان نهاد كان بس هو ليس مقتنعا بأن السوريين اللي كانوا يمنعوا اتصال من نهاد وهابي أنه هذا المشنوق ممكن يقتلوا باسئس رفيق الحريري مش سوريين منعوني الخوف من غازي وقته من حملة كبيرة كانت علي منه وكان الرئيس الحود ما عاد بقي سنتين ما يستقبلني لواء جميل السيد مقطع أي اتصال فيه كان طيب بس سنطة القائمة بسبب هذه الحادثة اللي كان الرئيس الحريري سببها يعني هي يعني جزء منه مش صاهر عرفت كين بس هوني مع الوزير اذا كان اتصال ما تقدر تقوم تستبعد لكونوا بحسب الاتهامات أنه اغتيلوا الرئيس رفيق الحريري نتيجة اختلاف بالرأي إنه إذا حضرتك وكنت ما تقدر تعمل اتصال نتيجة هيدا التهديدات ما إلا علاقة ما إلا علاقة ما إلا علاقة هايدي بهاي يعني كمان إنه هايدي نتيجة إنه وحد بيحكي تبقى بدقلك شغلة اللي بده يغتالك ما بيحكي عنك اللي بده يغتالك ما بيحكي عنك بيصادقك يمكن هو بيغتالك بس كمان عم بتثبت التهمة أكتر لا بشو إنه عم بتقوله إنه بقي لآخر لحظة حريص على سوريا رئيس الحريري وصديقة هو خوف أو هو محبة بس يظعلوا منه يحكوا كلمتين ويتجاوب الرئيس الحريري ما كان أبدا رئيس الحريري ما كان وارد بتفكيره ولا مرة إنه يختلف مع السوري ولا مرة شو ما كان السبب ما كان وارد بتفكيره ولا مرة ولا السوري والسوري كان يرتاح لإداء الرئيس الحريري كان بس يحاول يوازن يعني يختلف الرئيس إيميل الحود مع الرئيس الحريري ممكن ينحاز للرئيس إيميل الحود بس هو بيعرف إنه رفيق الحريري ما بيطلع منه وبيعرف هو إنه إله مونع الرئيس رفيق الحريري يعني حتى بآخر حتى ب قبل ما استشهد بفترة كان عامل قانون انتخاب كنا بالحكومة كنا نحنا عامل قانون كان لواء رستم عمالي بفاوضه عن نواب يعني قداش بده ياخد للسوريين بليحته قبل ما أدخل احتمالي أخدتي للوقت وما خلتيني أحكي عن قصة اليمن وعاصفة الحزم لا أنا مصر أحكي عن قصة اليمن وأكيده أنا مصر أعطيك الوقت مالي بالوقت لك لكن بأسئلة سريعة انتخاب رئيس جمهورية بعد حزيران قبل حزيران لا انتخاب بالصيف هلا من هون لحزيران ما فيك تحكي بشيء إلا تطورات عسكرية على الأرض وتطورات مفاجئة ميم دو يفرض أوراق أوتوب الموضوع؟ هلا من هون لحزيران في عملية يعني الإسرائيلي والتركي والخليجي رح يجحش على الآخر تياخد أوراق على الأرض فريقنا رح كمانا يحاول يواجه بقوة هذا التجحيش الثلاثي وانت رايحة أمام تطورات كبيرة من هون لحزيران أبرزة كانت سقوط جسر الشغور وحدة در وحدة منهم يعني مكنت عب يحكي مع عماد نهاري الجمعة قال طيب منلتقي بحزيران قلنا له بلش سجل من هلق مين عماد؟ عماد مرمل بالمرمل فنحدي منهم سقوط جسر الشغور واليوم فيه هجوم مضاد يمكن لاستعادتها أو شي تعتبر أنه اليوم كل شيء على الأرض المعركي للميدان مفتوحة اليوم يعني عبقلك فيه حملي كبيري عب يحاول الفريق يعني مخور المقاومة يمتصى تيرجع هو يشوف وين بيرد يعني طيب بس في محاولة تحسين أوراق من هون لحزيران للكل وللأسف إن شاء الله نظلنا محيدين إن شاء الله نظلنا محيدين رغم رأيه في معركة قريبة على الأراضي اللبنانية على الأراضي اللبنانية أو على الحدود اللبنانية؟ على الحدود اللبنانية معركة الحرب الربيع إن شاء الله تكون ترطيشها قوية علينا لهون خلال فترة قريبة بأعتقد المعركة قربت كثير نحن اليوم خلينا بحد أدنى نظلنا حاميين ساحتنا عبر الحوار الضروري أن يستمر بين المستقبل وحزب الله وعبر انتخاب رئيس جمهورية إذا قدرنا إذا المسيحي قدر لأنه حرام يكفي هايك المسيحي بس تستبعد ولا بتلاقي أنه ممكن أن يكون الانتخاب ورقا من أوراقل إذا المسيحي مش قادر يسكر مشروع بور بيروت كيف بدوا ينتخب رئيس جمهورية يعني إذا كل القوى المسيحية رافضة هاي النصبي اللي عمالي بتصير على بور بيروت ردم الحوض الرابع وما قادر تبعث 200-300 واحد يوقفوا عن نصبة ويمنعوا بالقوة الشغل كيف بدوني عملوا إنه إذا فيكش تعمل هاي بس بتتوقع إنه ممكن تكون من الأوراق يعني النوية الحسنة ممكن تكون إنه أنت ظهر فيه انتخاب رئيس في الجمهورية قبل حزيران دا فيش قبل حزيران آه ما فيه كله بعد حزيران لا قبل حزيران ما فيه أنا عبقول ممكن يصير فيه انتخاب رئيس جمهورية من هون لإخر السنة بس قبل حزيران أكيد لا ممكن يصير انتخاب عبقول مش على الأكيد ممكن فيه حظ بس لن يكون لأي من المرشحين الأبرز المعلنين يعني جعجع عون لا لأنه طرف اثنين يتون لا أبدا أنا رأي فيه عون حزوزه أبدا ما خلصته بل تقدمت أيضا لح تدخل بعد آخر فاصل إعلاني إلى محور الحرب على اليمن وفي اليمن والتطورات هل ستنكفئ فعلا المعركة الميدانية لتبدأ المعركة السياسية بعد الفاصل مشاهدينا برحب فيكم ونتابع الجزء الأخير من حوارنا مع الوزير السابق وأموهاب أسئلة سارية على ندخل إلى محور العربي أو الصراع العربي الكليمي بما يتعلق بالتجديد القادة الأمنيين بنفصل بين العماد جون أهواجي جون أهواجي واللواء إبراهيم بصبوس وبين البقية الأمنيين كيف يعني؟ يعني حلق أنه فيه ظروف معينة قد تملي عليك التمديد لللواء بصبوس وللعماد قهواجي ظروف ممكن تتعمل وعن ما تقري تعيني لأن بده مجلس وزراء بس أنه موديل المخابرات مثلا لا فيك تعيني محلو يعني ما فيه ضرورة يعني تضل الناس ناطرة في زباط ناطرين كمان يعني منه مونتي جومري موديل المخابرات ولأنه روميل يعني رئيس الأركان يعني تنظلنا نمددلهم يعني بنلاقي بكفائتهم يعني الشباب يعني كويسين وكل شي ماشي الحال بس يعني كمان البقينة كويسين ما فيك تفصول بعدين هذه خبرية النظرية التيفها تمديد لعشر زباط مين هالنظرية التيفها يخترع كيف يعني أنه تمديد لعشر زباط يعني مين بنقل عشر زباط يعني أنه اللي بيركعوا قدام السياسيين يعني هؤل عشر زباط اللي بيتلقوا بس كمان ما فيكون تنقوا أنه نحنا من نقى في صف أول وصف تاني كمان هذه بدأ مجلس وزراء يمكن لأنه إذا العماد قهواجي ما تمدد له ممكن بصير سني قائد جيش أنا مني مع هالحسابات يعني عرفت كيف يعني ممتاز العماد العميد عماد القعقور ممتاز ويرايت بي هو فيكون قائد جيش يعني بس مني يعني ما فيك تفوق وإذا طلع اللواء بصبوص بيجي شيعي مدير عام قوة من داخلي لأنه هيك تراتبية بس يمكن كمان أنه نداور بهذا المكان أفضل وطنيا أنا بتمنيها بس إذا اتفقنا أنا ويكي إليها بتغير ما بتغير شي بتستبعد أنه يصير في تعينات يعني بتستبعد يصير في تعينات إيه بتستبعد يصير في تعينات أيضا يهجة وبستبعد أكيد أيضا من ضمن العنوين يعني حضرتك عم تحكي عن مستقبل وحزب الله أنه لابد من استمرار هيدا الحوار بس هون الناس عم بتقول ما معقول تكون هالأد السقوف عالية والتخوين من الطرفين والانقسام هالأتحد بملفات إقليمية وكل الطرف عم يتهم التاني بأنه أنت ماشي فقط بوق لهذا إذا حولنا لبنان لساحة مشكل لا الإيراني بده هايك ولا السعودي بده هايك عرفت كيف ولا الحزب بده ولا المستقبل بده بس الكل موظف عند طرف ما خارجه الحلفاء أنا عندي انتقاد كان بصراحة ما حبيت أحكي أول مبارع على المنارة ما يبين يعني لأنه خاصة أنه حزب الله ما طلب من حدا شي بها الفترة يعني خاصة بها الفترة حتى ما عادوا بيّنه شبيب حتى ما ينقال طلبه من خدشه انت عمي مات بي له هيدا الموضوع اليمن ولكن بس بدي قلّون شغلي لبعض حلفائنا لكن السيد حسن إحمى الناس بالألفين وخمسة ومنع إزلالها وعاد إحمى كل المنطقة بالألفين واثناش ومنع إزلال الناس فأنا بشوف من المعيب أنه ما يعني ما يطلع صوت من الحلفة في هذه المرحلة خاصة أنه ما يجري في اليمن هو عدوان يعني مش تسلعي هناك عدوان صعودي على اليمن كلهم ما طلع صوتهم فيه بالسنة بالسنة سمعت الحج كمال الخير والأستاذ شيكر برجيوي هاو اتنين اللي سمعتهم حكوا كلمات يعني فيه انقسام حاد صار بالمنطقة بس لا يعني يعني أنه لا يكفي التحالف مع المقاومة أنه بس نلقي لقصايد شعر مسيحياً سمعت أصوات ما أفكر هيك ما أسمعت ما أسمعت حدا ما أسمعت حدا لا مسيحياً ولا غير مسيحياً لا مسيحياً ولا درزياً ولا سنياً ما أسمعت حداً في البعض يقول أنه فيه أيضاً مأخذ على تحديداً الحليف الأساسي الصناء الشيعي التوأم اللي هو حركة أمل أيضاً ما كان فيه ثقوف عالية ما أسمعتنا لكي فيه دعوة للحوار شأن شأن ما أسمعت من حزب الله شيء ولا أصلاً ما طلب شيء أقول لك ولا شيء ما طلب طب ليش كمان هؤلاء الحلافات بدوا يتورطوا بمعركة معروفشة حجمة معروفشة مردودة لا محصن المعركة هي على مستوى المنطقة أنت تعرفي مجرد ما طلعت طائرات الحزم طائرات الحزم بس طلعت هاون يصاروا شوية ما عدناش بنهديهم للشباب للأخصام يعني يعني ما هي معركة مترابطة شو هي مترابطة ببعضها بس ما فيك تقول للعالم أنا بس مستمل بالحوار مع المستقبات معركة جسر الشغور مش مرتبطة بمعركة اليمان بس كمان حضرتك مع الوزير بتعرف أنه بهذا البلد الكل له مصالح أينما كان مظبوط ما فيك تقول كمان للعالم كحزب الله أنه أنا حواري مع المستقبل بده يكمل بعنوين بس أنتوا بتكون تطلعوا تقودوا معي معركة البعض يقول أنا لن أكون وقودا فيها وما رح قدمه وما رح أخر ليه بده يتورطه كل واحد عنده رأي يعني هوني كمان الملمة أنا بقدر دافع الرأي بس بدي أذكرهم بهالمحطتين لألفين وخمسة عندما حفظ كرامات الناس السيد وبالألفين واثناش وبدي قلهم أنه أنا بالنسبة لي أنا على السراء والذراء مع الحزب بس حضرتك بتعرف أنه كمان حزب الله له مصالحه لما سمعنا صوتك وصوت اللواء جميل سيد عالي جدا من بعد حكومة الحكومة الحالية أنا كمان أتمنى على حزب الله أن يقدم أخلاقياته على مصالحه وهو بيعمل هايك بكتير من المحلات السيد عطول عنده يمكن تطلب من آخرين ما أيضا حزب الله يتخطاه أحيانا بحجرة مصلحة الوطنية يمكن تيار وطن حر أو سنة أو حلفاء سنة أو حتى حلفاء شيعة أو غيرهم أنا أوقات أنتقد مراعاة الحزب لبعض الحلفاء أوقات يعني يمكن بين المصلحة وال يعني حليف ممكن يكون كتير منيح مع حزب الله بس فيه شخص تاني يمكن يكون له مصلحة معه حزب الله يجب أن يكون مع الحليف الوفي وليس مع اللي له مصلحة هذه لازم تكون أصلا جزء من أخلاق الحزب والمقاومة بس بالسياسة ما فيك كمان يعني فيه محلات فيه مصالح المقاومة ما فيك تنظري لها كتنظيم سياسي أو كشخصية سياسية المقاومة قيم أخلاقية كمان بس حضرتك بمرحلة بالآخر هو مقاومة لكنه أيضا حزب سياسي يعني فيه فعلا فيه جناح مقاومة حزب سياسي يوازن بين المصلحة والمبادئ بس عندك كن ما أخذ كتير عليهم بفترة عن غرق فيه وحول سياسية معينة بحكيها حكيتها يعني كمش يعني ممكن يكون خلافائك اليوم اللي عم تحكي عنهم أنه بيعتبروا أنه هذا الوحل اليمني ما بدنا نتورط فيه مش وحل يمني فيه فيه عدوان شن على على شعب عربي فيه عدوان شن على شعب عربي بس فيه كمان البعض يعتبر من أجهة دائما بسيطة يا ناسي وينهم العرب من فلسطين وينهم من احتلال العراق وينهم من احتلال بيروت هلك بس يعني طلعوا اليمني بيهددوا الأمن القوم العربي طيب بس ما هيدي لطالما شفناها شفنا الكويت شفنا العراق شفنا الغضو العربي والكويت والعراقي وغيرها لبلدان عربية هناك مغامرة يقود محمد بن سلمان اذا محمد بن سلمان معه مصاري ما في يأخذ الأمي على هو يقود مغامرة وأنا أتمنى على العقلاء في المملكة وهناك عقلاء داخل المملكة وهناك عقلاء داخل النظام الحاكم في المملكة أن يضع حدا لهذا الولد هذا الولد اخذ السعودية على مغامرة غير محسوبة وأنا أتمنى على العقلاء الموجودين داخل المملكة وفيه كتير مواقف داخل المملكة يمنى مجاريته بهذا الموضوع وبهذه المغامرة فيه حكي أنا بعرفش حدا منه بس فيه حكي أنه محمد بن نايف مش مجاريه فيه حكي أنه أولاد الملك عبد الله مش مجاريينه فيه حكي فيه حكي فيه حكي معتبرينه هذا الولد رح يدمر إنجازات الجد طيب بس هيدا كمان اللي عم تحكي الكلام هو قرار عربي مشترك صدر عن كمة شرم الشيخ فيها المصري وفيها السعودي وفيها اللبناني وفيها كل من فيها كل هذا كمة تسموا التضامن العربي المصري منه شريك كيف منه شريك؟ لحظة شواء كان كل هاي النظريات اللي ترايح الجيش المصري والجيش والجيش المصري ما رأى الجيش المصري الجيش المصري عندما تصبح المسألة تتعلق بالجيش المصري ويقوم الجيش المصري بإنشاء تحالف عربي معين لاستعادة الوضع القومي العربي بيكون إلنا رأي آخر بس يعني بيكون إلنا رأي آخر اليوم عم يصير العمل على قوة عربي لحظة لحظة وليك تصير حكي كله حكي بشوال الكلام هذا مالوش طعم بس مع الوزير لحظة ما فيش شي منه هذا اللي بده يصير في يقود المصري فريق عربي معين ويقول المصري هذه هي الأولويات طبعا مش الأولويات تدمير اليمن وما رح يقول لك هاي في أولويات بالأمن العربي بكتشوفي كيف بكتواجه الإسرائيلي بكتشوفي كيف بكتواجه احتلال الأرض بكتشوفي كيف بكتواجه الإرهاب بكتشوفي كيف بكتواجه الإرهاب لحظة اليوم اليوم بعثوا الإرهاب على سوريا يرتد عليهم الإرهاب بارح شفتي شو صار بالسعودية وأنا أقول إذا لم تسارع السعودية إلى الدخول في المنظومة التي تحارب الإرهاب وتبدأ حوار جدي مع إيران لمواجهة الإرهاب في المنطقة هي ستكون أول ضحية للإرهاب بالآخر هي ستكون ضحية الإرهاب طيب بس هنا الإرهاب له هويات متعددة تبين وله أسماء متعددة يعني كما كانت المعركة أمريكا على الإرهاب صارت معركة أمريكا على كل من هو ضدنا اليوم عم نحكي صرنا نحنا العرب بهذه اللغة بس حضرتك عم تحيد مصر بينما بالإعلام المصري المعركة اليوم بين الفرس والعرب إذا حضرتك عم تسمع بالإعلام المصري اليوم ما يقوم به ما يقوم به تقوم به عاصفة الحزم هي عاصفة حماية العرب هيك عم بيكون بالنسبة لإعلان ليه حضرتك ما بدك توجه على السعودية ما بدك توجه على مصر بالنسبة لإعلام كل الإعلام العربي ظاهر واصلته وحصته بالنسبة لإعلام إذا عمنا نحكي يعني ما حدا يوخزنا كل الإعلام العربي واصلته وحصته طيب عرفتي كيف فمن آيك طيب بخطاب الرئيس السيسي ما بوقف عنده ما بدك الإعلام بخطاب الرئيس السيسي بشار مش شاير يا عيني في شي عملي بدي يحكي حكى التالجيش المصري جاهز مئة ألف بديه يبعط على اليمن وين إني عملت عم بنا نعمل خطة معقول لبنان يشارك فيها تصير قوات ردع عربية في سبيل لبنان ليش وين شو خصوا فيها الموضوع نحنا شركاء نحنا عم نشارك بالاجتماعات قائد الجيش أيضا الحكومة اللبنانية كان عنا موقف في شرم الشيخ هلقى يحرر وادة وادح ميد فاقه كذا وماشي الحال في وادح ميدك في شويك بتعتبر أنه رح تنتهي المسر يهتموا بتفاصيل لبنانية يهتموا بتفاصيل لبنانية يهتموا بتفاصيل لبنانية طيب بس إذا هلقيت في اعتراض لهم بيقول البعض لبنان أخذ موقف علني داعم ومؤيد ومع رئيس الحكومة هي والدتي يمثل لبنان عنده موقف ومشكل للحكومة ما فيك تكون بالحكومة وتقول مشكل للحكومة أنت اليوم إذا كانت هالأدب معركة أساسية ما بتبقى بالحكومة في اعتراض داخل الحكومة طيب في اعتراض هالأد حجمه بينما حضرتك عم بتصور أنه هاد المعركة رئيس الحكومة هو فريق سياسي وله الحق بأنه ياخد موقف هو فريق سياسي أخذ موقف ما بتعتبر اليوم أنه أيضا ما يجري في اليمن أنه كل الأطراف اليوم كمان بدأت أوي نفسها بإطار أوراق القوة كما الإيراني كذلك السعودي كذلك كل الأطراف تعرفي شو الخيف منه خيف منه أن يكون اليمن بداية طورية للمملكة العربية السعودية مقدمة لفرض وقائع داخل المملكة الأمريكان مش بعيد عنها واللي بخوفني إذا فرط النظام السعودي أن ينتشر في الوطن العربي مئات ألاف الإرهابيين يعني النظام السعودي متؤيد حتى السعب أنه يحارب هذا الإرهاب طبعا في جزء منبارح يعني منبارح الداخلية السعودية معلني عن 6-7 إرهابيين يعني ليس نظام إرهابي حسب ما كان بعد ما يقال من شعرات أنا اللي عبقول أنه هذا النظام يجب أن ينخرط في محاربة الإرهاب هذا النظام يجب أن يتوقف عن دعم الإرهاب في سوريا وفي أماكن أخرى وربما في مش هو القطريين مثلا يدعموا الإرهاب بليبيا يجب أن يتوقف هذا الأمر يعني اليوم مثلا السعودي بليبيا أخذ موقف ممتاز مع خليفة حفتر في مواجهة الإرهاب طب ما هي الموقف لازمي ما أنت اللي ما أخذ موقف عب تحارب الإرهاب بليبيا ما بدك موقف كمان تحارب الإرهاب بسوريا بس هو يعتبر أنه حقدرتك مثلا موقفك الحوثيين تعتبر عملوا انقلاب على السلطة القائمة بليمن حوثيين بس معالي الوزير ما في هذا التحالف يكون نهب ثروات اليمن ومحارب الحوثيين يرجع يصير حليف الحوثيين كأنه التاريخ بدأ بالأمس إذا بنحكي بنهب الثروات بيطلع أقل واحد علي عبدالله صالح إذا بنحكي بنهب الثروات إذا بدك بفتحها بالأسماء بحكيلي كلك يعني بدك بنهب الثروات ببلش بالخليج مثلا ببلشك بالأسماء كل الأسماء صارت معرفة بدك مثلا نحكي بنهب الثروات ببلش ما عندي مينة بس لما تكون عم تحكي عن بلد ما فيك تقول للعالم أنه لحظة شوية ما بدي أحرجك ما عندي مشكلة أنا لا أحرج يعني مثلا أمير قطر بيفلح الأرض وبيطلع منا مصاري يعني طب بس إذا الإقطاع أنا مكان يعني طب مثلا بالسعودية الأمرة والملوك بالسعودية يعني مربين عاملين مزرعة الجيش عب يبيعوا بايد طب بس ما كمان الرؤسة العرب اللي بيقوا 30 و40 سنة كمان ما كانوا عم يفلحوا كله فاسد كله فاسد يا حبيبتي كله فاسد بس أنا عبقلك ما تجزئي ما عم تسألني عم تحكي عن يامر لما بنا نحارب علي عبدالله صالح منحربه بالفساد أنا سألتك منحربه بالأنظمة القمع منحربه بالأنظمة اللي بتسرق شعوبة بالأنظمة اللي بتسرق أموال الأمة منحربه بالأنظمة اللي ما بتخلي المرض سوق منحربه بالأنظمة اللي واحد مدون طلع حكي ما بعرف شو جلده ميت جلدي كل جلدي بيغطع قلبه شو هالكلام هذا شو هالكلام من حربه بالقطري ابن الديب اللي حكي قصيدة عن الأمير حبسينه 15 سنة شاعر لانعمل قصيدة عن الأمير شو بده يقله للأمير شو بيقله للأمير انه انت شو المتنبي ما هو يعارفه على القد للأمير معه شوية مصاريب جايته وقبله بالآخر شو بده يقله يعني هيدا الكلام وفشة الخلق لدائما تسمع لكن بس تجير لحظة التسوية بالآخر التسوية تم بين من اليوم هلأ سميتهم كلهم وبين أشخاص بتعتبرون رؤساء وديمقراطيين وغيرها بس التسوية تم بيكونوا تافلين لقل بعضهم بس تتم التسوية يعني بس تم التسوية راح تجي حضرتك لهون تقول انه من سوى من الإيرانيين مع غيرهم راح يكونوا أسوى من بعضهم انا مني واصع الإيرانيين بحكي رأيي انا الإيراني حر عنده مصالح دولي انا ما حكيت بعد انا ما جبنا سيرة إيران لا حكينا ولا كلمي انا احترم إيران لانه بحس في دولة جابت الدول كبرى فوضتهم عم صالح إيران لم تتنازل عن صالح إيران انا اتمنى كنت السعودية تكون محلة انا بتمنى كنت سوريا تكون محلة انا بتمنى العراق يكون محلة انا بتمنى دولة عربية كنت تكون طيب بس لما كمان كنت أمريكا الشر المطلق صارت بالآخر هذا الشر المطلق فمشي ريك عم قل لك يعني دائما المعارك لحظة لحظة أنا مش معاكن بأنه أمريكا الشيطان الأكبر أنا مش هي رأيه أنا عندي موقف سياسي من الأمريكي موقف يتعلق بنهب ثرواتي وبموضوع فلسطين عرفتي بس أنا أحترم كتير من قيام الشعب الأمريكي أنا معا بقضيتي أنا دعمت المقاومة أنا معا دعمت المقاومة بفلسطين أنا معا أنا معا بأمور معروفة شو هي طالما عبتدعمني كمقاومة بلبنان وفلسطين ووقفي مع سوريا أنا معا شو وأحترمها دولي أحترمها يعني هون الاحترام البعض رح يقول أنه مثل ما حضرتك تحترم إيران أيضا ظهر هذا الاحترام مثلا لما حضرتك رحت عزيت بالملك عبد الله لأنك تحترم المملكة كنظام ملكي يعني عم تحترم نظام ملكي بالآخر مش عم تحترم ثلاثوبية جمهورية أنا سياسي بلق تحصل وفاة بروح بعزي أنا سياسي بالآخر ولكن أنا إذا في علاقة اجتماعية مع صفق أنا ببعث برقيات بالأعيار لكل الناس لكل الصفرات ببعث بالتعازي ببعث بأي مناسبة لكل الصفرات ببعث لهم عرفتي بس باستثناء الصفارة الأمريكية ولكن هذا يعني إذا رحت عزيت بالملك أنه لازم يعملوا عدوان على الملكة على اليمن لا بس كمان ما بيعني أنه هذا الموقف من فكرة الملكيات والإمارات وغيرها كإمارات يعني أمير وغيره أنه بالآخر هيد الأنظمة قائمة أنا أتعاط مع الواقع شعوبة بتغير أنا أتعاط مع الواقع إذا بتسأليني عندي رأيه بس أتعاط مع الواقع كما هو الواقع في لحظة التسوية بتلاقيه قريب رح يكون باليمن؟ أنا تقديري خلاص أفلست الحملة عرفتي كيف؟ والحوار هو التسوية أفلست الحملة يلق في مخارج يعني واضح أنه أفلست الحملة وتوقفت والحوثيين عبي تقدموا طبعا هذا عبي يوتر السعوديين عبي يرجعوا يقصفوا بعض المناطق بس أنا بتقديري التقدم الحوثي الجيشي ما رح يتوقف نحن على هون نصل لنهية لقاءنا أخذت وقتك واعتنيك وقتك بكل المحاور الوزير السابق ويأموها برئيس حزب التوحيد العربي إن شاء الله ما تنزع جنيك بالعكس حضرتك ما بتزوج أهلا وسهلا فيك ومرحب بك بستوديوهات الجديد مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة غدا حلقة جديدة برنرش حدث تكونوا على المواد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة